اشتركوا في القناة دخلت للمغرب بجواز سفر ديبلوماسي واستعنات الإقاع بالضحايا بلاعب سابق بفريق بضاوي شهير ثم اعتقلته بعد ما ذكرت الاسم ديالو في التحقيق وأحالت نيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الضربدة المتهمة وشركها المغربي على الجلسة مباشرة بعد انتهاء التحقيق لبشرات الشرطة القضائية الأنفة واتباع إجراءات رفع الحصانة الدبلوماسية على الموقوفة بعد إشعار سفارة بلادها في المغرب وانطلقات المحاكمة ديالهم بجوج والبارح الاثنين وبحكم أن المتهمة كينا تحصل حجر الصحي تقرر تأجيل الجلسة إلى مارس المقبل وحسب مصادر الصباح دائما فإن عدد كبير من الضحايا تتراوح الأعمار ديالهم بين 18 و21 سنة ما زالوا عالقين في إسبانيا خصوصا مدينة إلتشي وحاصلين عتمة في وضعية غير قانونية ومنهم للقارس ومنزم بش يخلص الواجبات ديال جامعات خاصة سجلتهم فيها المتهمة بش يكملوا الدراسة ديالهم مقابل سمح لهم بالعودة إلى المغرب المتهمة وضعت خطة محكمة بش تنصب على الضحايا بتنسيق مع اللاعب السابق تستهدف الشباب في مدارس للكرة وملاعب القرب وكتحردهم بش يقنعوا العائلات ديالهم بقبول مرافقتها إلى إسبانيا للاعب كرة القدم وتسببت المتهمة في مأساة لعدد كبير من الأسر في الدار البيضة ومدن أخرى بعدما وهمتهم أن فرق كبيرة باللغة الإسبانية ودوريات أوروبية أخرى كلفتها بمهمة تنقيب على مواهب في كرة القدم مدعية أنها ستتمكن أولادهم من عقود احترافية بحكم العلاقات ديالها المتميزة مع مسؤولين تقنيين في فرق إسبانية وإنجليزية واحتخاليجية بعد نقلهم الأكاديمية الكرة القدم بإلشي الإسبانية باش يطوروا المهارات ديالهم ووعدت المتهمة عائلة الضحايا أنه إلى جانب تدريب غايت تحرص على مستقبل أبنائها الدراسي وأنها غايت تقوم بتسجيلهم في جامعات عالمية خاصة من بينها الجامعة الأمريكية قبل ما تطالبهم بمبالغ مالية مهمة وصلت إلى 25 مليون لكل أسرة تضم مصاريف الإقامة والتكوين بمدرسة الكرة ورسوم الدراسة بالجامعات الخاصة وعمولة على الوساطة ديالها في المهمة بهذا المشاهدين سنصلوا لنهاية هذا الخبر من شاشة شوف تيفي في انتظار أخبار أخرى تبقى على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر